مأساة في رهط بالنقب لقي الطفل أحمد عمر القريناوي ابن ثلاث سنوات مسرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية خلال وجوده في قاعة للأفراح في المدينة نحن عائلة الفقيد جدا نعيش هذا الوضع المأساوي الذي هز البلد وحتى هز جميع البلاد النتيجة لما حدث بالنسبة للطفل هذه صعقة كهربائية التي مرت بالطفل أثناء وجوده في حفل في إحدى القاعات في مدينة رهط ومما أدى إلى وفاته خلال 48 ساعة للأسف الشديد هذا الوضع ناتج عن إهمال وعن وضع جدا سيء حصل مع هذا الطفل العائلة تمر في ظروف جدا صعبة وقررت شرطة المدينة إغلاق قاعة الأفراح لمدة شهر وشرعت بالتحقيق في ملابسات المأساة فيما مددت محكمة الصلحي اعتقال مالكها بشبهة الإهمال وإدارة المكان بدون ترخيص طبعا اللي حدث هو جلل والصعب جدا يعني وفات طفل صغير في قاعة أفراح على مدينة رهط وعلى عائلة القيرناوي أمور زي هذه مكة لازم تحدث في بلد اللي هي كمدينة رهط يعني مصالح تجارية لازم تكون مرخصة وقضية الأمن والأمان في محلات اللي بتوافد عليها عشرات الألاف كل شهر لازم تكون فيه على الأقلية يعني كمفهوم ضمنا قضية الأمن والأمان بالنسبة للكهرباء والأشياء الأساسية فيها وفي رهط عشر قاعات واحدة منها فقط مرخصة فيما أفاد عدد من أصحاب القاعات بأنهم يطالبون بترخيص القاعات منذ سنوات طويلة وقدم بعضهم كافة المستندات اللازمة إلا أن المماطلة حالت دون حصولهم على الترخيص